نجمل لو لا بالناس بتزعل مني وبيشتموني يا له وعشان تايمل بيشتموها اللي لما جيب سترته محمد أبو تريكا محمد أبو تريكا راجل قولا واحدا خلية إخوانية نشطة ما في ذلك شك اللي عجبه كلامي عجبه اللي مش عجبه كلامي يتفلق محمد أبو تريكا خلية إخوانية نشطة تنظيميا وكان عامل شركة سياحة مع مين يا عبراهيم عبدالحق مين عبدالحق عامل شركة سياحة بيتصفر لتركيا هذه الشركة مملوكة للإخوان المسلمين باعتراف مين محمود عزت يا جماعة احنا ما جبناش من عندنا حاجة محمود عزت أضخم وأهم وأخطر عملية أمنية حصلت خلال 87 سنة اللي فاتوا دا كان مستودع بيانات دا مرشد الإخوان بقى مرشد على الإخوان هو اللي قال رجع كل المعلومات قال كل حاجة قال الناس اللي بتعاونوا مع الإخوان والناس اللي مشغالين في لوس الإخوان هو اللي قال يعني ودل الأجهزة الأمنية على مكان العقود ومكان الاتفاقات في شقة ثلاثة دور في المهانسين خزنت فتحت فيها ورق وفيها بلاو سودة منها أبو تريكا كادر إخواني اللي عجبه عجبه دا لعب كرة حرف على راسي من فوق لكنه في الآخر واحد بيشتغل ضد بلدي تقول لي دا خلوق خلوق إيه تقول لي دا مؤدب مؤدب إيه واحد إخوان يا حبيبي بيشتغل بفلوس الإخوان بيساعد الإخوان على إنهم عندهم فلوس والفلوس دي بتروح فين في الآخر بس عشان ما نعودش نضحق على بعض هو بيحاول كان فيه فيديو يابراهيم قدين يابراهيم ياريت يجيبهولي لو سمحت فيديو محمد بيعترف مين محسن راضي بيعترف بإنه فلان وفلان وفلان دول كوادر إخوانية وإحنا عاملينهم وجايبينهم عشان الجماهيرية ويجيبوا جماهير دا محسن راضي بيعترف هتقولي يابراهيم لو سمحت هتقولي أي وقت أول ما يجهز قولي الفيديو دا جماعة بيفضح وواحد يقولي أصلا أنت بدي هو أنا بكره أبوت أنا لا بحب حد ولا بكره حد كل الناس سواسير لكن أي حد ضد بلدي حتى لو كان مين أهو أبوتريكا كنا أنا كنت يا سلام في الكورة لما يجيبه أنا رجل أهل قوي لكن توظف أي حاجة طالما هذا الرجل بيعمل ضد بلدي أبوتريكا الناس قالوا دا لعيب كورة وليش دوع بالسياسة وفي بعض الناس سدقت يا عم دا الخلوق دا اللي بيسع الجماهير دا دا رجل يعني حارس السعادة ومنتج السعادة وغير وغير كل دا ارميه على جنب في مقابل أنك تعرف أنه خلية إخوانية نشطة مبارحة تكلم أبوتريكا تكلم على نادي الأرسنال الإنجليزي وقال دا مخيب للأمال زي جامعة الدول العربية ماشي محاولة أبوتريكا بيلسس يعني أهو الجزيرة بتقول ولا ليها أي لازمة أبوتريكا أرسنال بيذكرني بجامعة الدول العربية دا فيديو وعندك الفيديو أبراهيم هاتوا هات شغالوا شغالوا أهو ولا لها أي لازمة ولا لها أي قرار الناس عملت طبع ولا هم هنا ولا هم هنا زيه زي الأرسنال كله يصاعد وكله بيفوز وكله بيعمل نتائج إنما الجامعة الدول العربية محلك سر كله بيطبع ولا نحنا هنا يا عم بطلع عيدنا ولا طلع municipalities وأني عمل أي spur me يقولك لا أنا مش موجود أنا خدبيني كلمة في الفاضي على كل حال كلمة في الفاضي ايوة طيب ده بيقول بيتكلم يعني هو بيعلى علامات شكورة فبكلم على الارسنل تقال الارسنل زي وزي جمع الدول العربية اللي هي ما بتعملش حاجة والنس بتطبع وهي ولا هنا ونايمة في الخط دخل السياسة في الرياضة وده مخالف تبقى لفيفا وغير لفيفا وغيره لكن انا هروح له السياسة يعني هروح لمحمد ابو تريكا الحتة اللي هو عايز يودينها فيها بيشتم جامعة الدول العربية على فكرة انا كتروح بيهاجم جامعة الدول العربية انا بهاجم جامعة الدول العربية لكن بهاجمها عشان تبقى كويس هو بيهاجمها عشان حاجة تاني هو بيهاجم جامعة الدول العربية دلوقتي لحساب قطر ليه لانه في شهر مارس القادم هيتم تغيير رئيس جامعة الدول العربية يا نحمد ابو الغيت ممكن يجو واحد مكانه فهو من دلوقتي بيوسع الطريق لحد قطر تفرضه انا بقول لابو تريكا هذا الكلام وبقول للناس يا جماعة واتخذوا الأمور كده ببساطة أبو تريكا في العالم كله بتفرج على المحطة بتاعة الرياضة الخطرية فكل الجماهير بتبقى موجودة فبسرعة وبتكلم على الكورة وبتكلم على الأرسنل راح مدخل جامعة الدول العربية وراح مدخل التطبيع في النص عشان الناس تقول لك آه والله ده كلام صحيح ده نجم كبير بتكلم بس أنا هقول لأبو تريكا يا أبو تريكا يا محمد يا أبو تريكا بقول له بوضوع شريد واللي مش عاجبه كلامي بالمناسبة يتفلق بقول لأن أنا بقول حقائق بقول هذا الولد خلية إخوانية ناشطة تعمل لحساب الإخوان المسلمين موجود في قطر موجود فين في الدوحة بيقبض منين من الدوحة بيأكل منين من الدوحة عايش فين في الدوحة اللي هي فين في قطر بيكلم على التطبيع الدول اللي بتطبع عليه الإمارات والمغرم والبحرين وغزعلان قوي هو جدا عليه أنا بليش دعو بالدول بتعمل ايه أنا بتكلم وموقفنا ثابت لكن بقول له يا أبو تريكا أنت منافق أنت منافق وعديم المروء تعرف ليه؟ لأن البلد اللي انت عايش عندهم وبيأكلوك وبيشربوك هي أول دولة مطبعة من أطراف أصابعها لتمت رأسها قطر مش مطبعة دعا بيناموا في أحضان بعض مع اليهود تطلع تقدر تبقى ذاكر تبقى راجل تبقى راجل تبقى عندك زر الدم تطلع تقدر تقول هذا الكلام شغل يا ابن الكلام شغل أهو ده مين؟ ده شي مون بريز واصل فين؟ وأنا قلت له مين اللي بيقابله دوت؟ مين يا إبراهيم أنا مش شايف مين؟ مين؟ اللي بيحصل قدامي ده في قطر اسمه ايه؟ لما ابو تريكا بقول لك ده الجامعة درعا بطلع تب انت طلع حاجة تب انت خليك رسل انت قاعد عندهم شغال عندهم خدام عندهم بتقبض عندهم وبتاكل عندهم وبتشرب عندهم وبتكلم بلسانهم اهو مين ده اللي قاعد ده؟ ده بريز شو مون بريز؟ صديق حافظ المرازي اهو وقاعد مع الشيخ حامد اهو قدامنا اهو ابو تريكا ما بشوفش هزا الكلام اهدي هزا الفيديوهات لابو تريكا لو انت راجل حقيقي وبتخاف من ربنا حقيقي زي ما انت بتقول طلع الفيديوهات دي وعلق على اقول رأيك هيتردوك زي الكلب بالزبط لو اتكلمت كلمة على قطر هيتردوك زي الكلب لو اتكلمت كلمة على تميم ولا ابو تميم ولا ام تميم ايه 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 انا بقول لابو تريكا بس بيتكلم انا بس انا بعمل ايه ابو تريكا بيقول اهو هتها شغال هلو شغال هلو شغال هلو ولا رايحة ولا لها اي لازمة ولا لها اي قرار الناس عملت طبع ولا هم هنا ولا هم هنا زيه زي الارسنال كله يصاعد كله بيفوز وكله بيعمل نتائج انما الجامعة الدول العربية حالك سر كله بيطبع ولا انا احنا هنا يا عم بطلع ايدينا ولا طلع اي حاجة ولا اعمل اي حاجة يقول لك لا انا مش موجود انا خبيني كنان في الفاضي على كل حال كنان في الفاضي ايوه ايوه كين موجوده بس ايوه يعني احنا شاركت الموضوع يعني يعني انا بيطرايك في القضية انا بس لا اهو ادي ليفني مع مع حمد في قلب في قلب الدوح اهو اهو شغل اهو اهو الله ولا اهو ولا لها اي لازمة ولا لها اي قرار الناس عملت طبع ولا هم هنا ولا هم هنا زيه زي الارسنال كله يصاعد كله بيفوز وكله بيعمل نتائج انما الجامعة الدول العربية حلك سر كله بيطبع ولا انا احنا هنا يا عم يطلع ايدانا ولا اطلع اي حاجة ولا اعمل اي حاجة يقولك لا انا مش موجود كفايك فايك 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 شباب كفايك انا بس عايزا ان لحضراتكم يعني شروا البلية ما يضحك ابو تريكا قاعد هناك في قطر وعمل يعلق على متشاة كورا جاله قالولو تكلم على جامعة الدول العربية اشتم فيها شوية عشان قطر عندنا تغيير في شهر ثلاثة عشان نقدر نساوي مصر فهو بدأ اشتم في جامعة الدول العربية انا اكتر راحت بهاجم جامعة الدول العربية في موقفة في سوريا والعراق وغيره كلام انتو عارفين لكن هو صاحبنا 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 ابو تريكا بيهاجم جامعة الدول العربية بقول عشان التطبيع تبقولوا اي حاجة انا اعملوا ايدانة تبين تعمل اي حاجة اي حاجة ايدانة مثلا ولا اقول حاجة لتطبيع ولا اي حاجة انا عندك قول على اللي بيحصل في قطر ومن قطر ومن امير قطر ومن امير قطر قولي اخي لو انت صادق هات الفيديو لو انت صادق قولي انا بقوله الناس يا جماعة احنا بنحب وبنكره كده بغير منطق ابو تريكا ده اللي بيلعب كورة ولاعيب كورة وبيسعد الناس في الملاعب دي قصة دي قصة دي قصة على جانب اه لاعيب وحريف واحرف على راسي من فوق دي قصة مش بتاعتي انا بكلم على مواقف انا بانتقل دلوقتي هو انا جبته وهو بيلعب كورة بقول بيشوت وحش ولا بيشوت شمال ولا يمين ولا بلي انا مقولش الكلام ده انا بكلم على واحد بيقوم بدور سياسة واحد بيتكلم بدور تعباوي انا دلوقتي ببعلقش على محمد ابو تريكا اللاعب الكورة بكلم على محمد ابو تريكا اللي بيعمل فالسياسي الاخواني الاخواني بيعمل ايه بيستخدم المنصة الرياضية لتحقيق اغراض سياسية دفينة غير واضحة لكني بالفيديو اكتر حضراتكم انه منافق معلوم النفاق انا ابو تريكا حدا هيجي يقول لي ابو تريكا والجمع وانت وانت ويشتم انا منتظر الشتائم اللي بتيجي كل مرة بتكلم على ابو تريكا لكن الجماهرية يا ناس يا خلقهو ده رجل لعب كورة في الملاعب سقفولوا بميلعب كورة انا ما بنتقدوش كلاعب كورة بنتقد كواحد واخد بوق وبيستخدم المنبر الاعلامي الرياضي لتحقيق اغراض اخوانية دفينة واضحة ضد بلدنا هنا في مصر انا وضحت كل واحد يرجع يشوف الفيديوهات وانا بقول تاني بتحدى اتحدى الاخوان اتحدى ابو تريكا انه يقدر يتكلم كلمة نفس على قطر او على امير قطر او على علاقات قطر باسرائيل اسرائيل